من تحذير السفن من العبور إلى موانئ فلسطين المحتلة إلى استهدافها وإحراقها أو إغراقها استراتيجية ومعادلة ردع دفاعا عن فلسطين تبني عليها القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدان قائمة تحوي أكثر من 58 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية مستهدفة في البحر من بينها مدمرات وفرقاطات وسفن تجارية كانت الاستهدافات في هذه العمليات التي تم من خلالها الانتقال من مرحلة التحذير الناري إلى مرحلة الضرب المباشر إلى مرحلة الإغراق بدءا بإغراق السفينة البريطانية روبينار والتي كانت رسالة قاصمة للبريطاني وقد سبقها عملية لسفينة بريطانية ظلت تحترق من الليل إلى الليل أخفقت أنظمة الحماية الأمريكية والبريطانية البحرية في حماية إسرائيل على الرغم من استقدام البلدين أحدث الأسلحة البحرية من مدمرات وبارجات وأساطيل وعلى الرغم أيضا من عدوانهما على اليمن بغارات جوية مستمرة وفق مراقبين فصنعاء كما تقول تمتلك قدرات عسكرية ومفاجآت كثيرة وما في جعبتها أكبر مما تتصوره أمريكا وبريطانيا عسكر البحر الأحمر حماية لإسرائيل لكن اليوم فاجأتم القدرات اليمنية القدرات اليمنية التي هي قدرات عسكرية تفوق القدرات العسكرية البريطانية والأمريكية حتى الأمريكي يعترف بأنه لا يستطيع أن يقاتل أو أن يحمي هذه السفن اليوم هناك مواجهة واضحة وهناك اشتباء كبير يمتد لساعات التحذيرات أطلقت من صنعاء بأن على العالم أن لا يقع في تضليل أمريكا فيما يتعلق بعمليات البحر الأحمر وينثى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليان وحملت صنعاء أمريكا مسؤولية ما يحدث وسيحدث في البحر من تصاعد للهجمات وتوسيع للعمليات القوات المسلحة اليمنية ماضية في استراتيجية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية نصرة لفلسطين في عمليات لا رجعة عنها على الرغم من التصعيد الأمريكي وتوسعة الصراع كما تقول صنعاء أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين